اعتقد الكلام عن السمنة حضرتك يعني ما بيعديش عليك يوم من غير ما تليه على الاقل واحد يتكلم معك في التفصيلة دي طبعا طبعا هي قافة عند ناس كتير أكيد أكيد وليها مرجعيات مختلفة ومنهم فئة من الناس بالمناسبة كان في حد بعد كاترس نهوان ده حتى قالت الكلام ده من شوية في مشاهد كريم اسمه الأساس سعيد لو أنا مش غلطان مشكلته الرئيسية مع السمنة انه بيحب الأكل أيوة يتوقي الشهية وحب الأكل نفسه اللي زي أساس سعيد يتصرفه زي بداية كده هو طبعا ده مشكلته في الشهية انه هو ما بيقدرش كنترول يعمل تنظيم لمسألة الشهية فده طبعا حله لو ما قدرش يقاوم بنفسه كده ويبقى عنده إرادة قوية لا لازم نلجأ لحاجات مساعدة زي ايه زي منتج اسمه بيستا المنتج ده مكون من ألياف طبيعية تلت ألياف أساسية اللي هم السيليوم وردة الأمح ويش هو فين التلت ألياف غزائية أو الألياف دي طبعا طبيعية جميلة جدا جدا ما بتأثرش على الإنسان في أي حاجة لأنها بتنفش في البطن وتملأ المعدة فالإنسان بيحس دايما بالشبع أيوة فإحنا بنتحك عليه بقى هو بيحب الأكل حتى لو حب الأكل هيكل من هنا ومن هنا ومن هنا بس إيه كميات قليلة فمش هيبقى حرم نفسه لأن هو بالذات اللي هو شاره للأكل ده لازم نعمل مع الحركة دي لكن الحكاية دي ملاش أي علاقة لمن قريب ولا من بعيد بكيميا المخ هي لها علاقة طبعا لها علاقة بكيميا المخ هقول بقى أولا القصة حب الأكل دي ممكن تكون راجع الحاجة نفسية يعني ممكن يكون عنده اكتئاب ممكن يكون عنده توطر في ناس أنا مثلا أيام لمتحنات أيام كل الطب كنت دايماً أخس يحضوا يقولوا لي يا بنت دانتي كل لبسك وسع عليك هو كده أنا مع الاسترس أخس قوي في ناس تانية مع الاسترس بالعكس تفتح معها الحكاية أو الشهية بقوا التلاجة بالليل تفتحوا التلاجة ويعدوا بقى يدواروا حتى لو حاجة ما بيحبه يا ريت دارك تشوكليت ده بتاكل الشوكليت اللي بالملك آآآآ بالظبط الفكرة كلها بيفضل طبعاً الإنسان يأكل كتير من غير وعي فده بيعمل لنا مشكلة في الآخر يعني أنا دلوقتي هتصرف إزاي أخد بقى القلب مالتي فيت القلب مالتي فيت هيساعدني جداً هيعمل لي شبعة يخلي معدتي تتميلي بحيث أن أنا أقدر أكل يعني حاجات صغيرة من كل حاجة تمام تاني حاجة بقى مستو كمان إن فيه مواد كويسة زي الكروميوم هل تقريب دلوقتي على ألف مالتي بيت ولا على فيتسا لا على البستا اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو بتاع الألياف ده البستا أوكي بقول معي بقى حاجات فيتامينز جواه الكروميوم ده 500 ميلي جرام ده بيزود الحرق بتاع النشويات أوكي معايا فيتامين سي 30 ميلي جرام معايا مادة كمان L كارنتين 50 ميلي جرام الحاجات دي كلها بتساعد في حرق النشويات وحرق الدهون بدون دخول في تفاصيل لكن بتحرك الدهون المختزنة في الجسم تبتدي تفتتها والإنسان يستفيد بها بتتحول كطاقة جميعا جميعا